يعني انت تقريبا خلال فترة احترافك لكورة اليد ما بتعتش عن أصوار نادي الزمالك إلا خمس سنوات منهم فترة قدتها داخل نادي الأهلي وفترة أخرى داخل جدران فريق طلع الجيش يعني احكي لي عن التجربتين دول وليه قررت ترك نادي الزمالك وتحديدا عايز أتكلم معك عن تجربتك في نادي الأهلي قد وانا هفتح لك قلبي بقى في الحياة دي لأنه كان يعني الحمد لله جمهور الزمالك عارف قدي ايه أنا بحب نادي وقدي ايه دمي كله زمالكوي أصلا ودم الشعرات ده حقيقي لأنه فعلا له الفضل الأول والأخير في اسمي وفي حياتي كلها وفي كل اللي أنا فيه أصلا من خير يعني هو نادي الزمالك هو الفضل الأول والأخير طبعا تجربتي مع نادي الأهلي أو مع نادي الجيش واحدة واحدة الأولة أنا عايز أعرف ليه مشيت من نادي الزمالك وابتديت بيهي الأول يعني أحكي للناس وافتح قلبك زي ما قلت بقى طيب أوكي أنا هقول له حضراتك بجد اللي حصل هو الناس اللي ما تعرفوش أنت مشيت والبستشيرت الأحمر وعادوا اشتموا فيها كتير وأنا ما طلعتش ولا اتكلمت ولا عملت أي حاجة غير إن أنا حصل مشكلة وخلاص الناس اللي ما تعرفوش إن أنا عشان أمشي من نادي الزمالك أو أسيب بيتي ده حاجة كبيرة جدا ما حدش أتصورها وما حسوش أو ما عاشوش اللي أنا حقشته والكسر اللي أنا اتكسرتها لأن المستعبالي كان كلها تضمر أنا كنت مقرر أن أنا أبطر رياضة نهائي وكان ممكن أبطر رياضة فيها أساسا لأن أصلا السنة دي أنا لمشكلة كانت مشكلة كبيرة جدا أنا راجع من كاس عالم السويد 2011 وأساسي من الفرقة وأنا بقول لحضراتك من الشباب أتفاجئ إن أنا عقدي تبدل إحنا عندنا مش بتمضي عقد وتغير لا ده العقد خد قرار مجلس إدارة وتبدل من غير ما عمل أي مشكلة وما حصلش مشكلة في السنة دي أنا خدت دوري وأفريقيا وصوبر وخدنا كنا راح كاس عالم عارف المشكلة حصلت أمتى كمان أنا مسافر بكرة كاس العالم بكرة كاس عالم عنده وأتفاجئ إن أنا العقد بتاعي فئة ربعة في نادي الزمالك اللي أنا مترابي فيه واللي أنا كل الإصابات وكل الأزمات اللي حصلت لي وبلعت بصفة أساسية وبشارك بصفة أساسية وبيقول إن أنا أتشال تتحط والفرقة تتحط علي وإن أنا لو أتشالت أحصل مشكلة في الفرقة وإن أنت حاجة أساسية أو حاجة كبيرة في الفرقة لما تيجي وتتحط إن أنت فئة ربعة في فرقتك حاجة كبيرة أوي كسرتني جدا حسيت إن أنا ولا حاجة حسيت إن أنا أمتي قليلة جدا وأنا اللي ييجي على إحساس إن أنت محدش قدرني مش مش كال فلوس أنا على فكرة في السنة دي إحنا ما خدناش حاجة خالص وفي ناس الزمالك أنا أول سنة لها درجة أولها ما خدتهاش لحد الوقت ولينا سنتين بعد حصل الصورة ما خدتش لحد الوقت سنة ونص أنا ما تكلمتش في فلوس والناس اللي ما تعرفوش أن أنا ما روحتش الجيش أو روحت الأهلي عشان أخد فلوس خالص ما لعبتاش مادة خالص وفي ناس الزمالك أنا كنت باخد أقل حد وما بتكلمش جلت لما ما جاء شتيكي ما كنتش بشتيكي لحد خالص غير إن اللي بشتيكي لحمد أخويا أقول له أنا إزاي باخد أوليل كده وأنا اللي ما بتكلمش وما عملش مشكلة أصلا هو اللي ما بتكلمش ما بياخدش حقه قال لي لأ ألعب ولعبك هو اللي يجاب لك حقك قعدت سنين على القصة دي اللي أنا ألعب بس وحقب بطولات وموت نفسي واتصاب وحصل لي حاجات كتيرة وما بتقدرش سنة في التانية قلت لأ خلاص هتقدر حصلت إزاي مفاوضات النادي الأهلي يعني اتقلت إزاي للنادي الأهلي النادي الأهلي اللي برضو والناس برضو زمالكوية ما عرفوش إن أنا قعدت تلات سنين في الجيش تلات سنين في الجيش ده الأهلي عوزني وكنت بلعب في الجيش سنة واحدة بس كنت في الجيش كنت بروح بشروتي أنا بعد ناس زمالك أنا بمملي شروتي على أي حد ولأن كل اللي بفاوضني كان ساعتها كان ناري الجيش وكان سموحة وكان سبورتينج وكان الأهلي ساعتها الأهلي يكلمني في أول سنة مرضتش روح وكان ينفع روح الناس تقولك لا ده ما كانش ينفع لأنك أنت كان ماضي مع الزمالك لا ناس زمالك غلط غلطة كبيرة جدا كنت ساعتها ممكن أقذي أقذي المدرب اللي أزيني ساعتها وما ردتش أعمل كده عشان برضو أنا بحبش أزي حد المدرب اللي خدني لنادي الجيش كنت ممكن أقذيه لأن ساعتها نادي الجيش استغنى على الأتنين اللعيبة لنادي زمالك وتسجله وأنا ما كنتش لسه تسجلت في نادي الجيش كان يحقل لنا أروح للأهلي وكنت قاعد مع المدرب ورئيس الله يرحمه وكابتن جمال حافظ أعدت معاه في مكتبه واتفعنا على كل حاجة وكنت روح نادي الأهلي لأنه كنت حاسد بظلم غير طبيعي والداس علي يا جامل أو في الفاترة دي فكنت عاوز أرد الأزى بالأزى لآخر وقت فجيت حسبتها إن أنا مش هأذي الأزاني بس كنت هأذي كابتن مندوحش من الله يرحمه لأنه هو اللي كان مسك الجيش وكان عمل كل حاجة وساعتني إن أنا في الأزمة دي إن أنا سنة زمالك بهدوء عشان ما يحصلش مشكلة واروح ويحل المشكلة دي واروح نادي الجيش ساعتها قلت لأ أنا الراجل ده مش مش أقابل الخير بالشر يعني هو عمل معي كل حاجة كويسة وأنا أقابله بأزلي فروحت مضيت في نادي الجيش وكملت بس كان شارطي إن أنا أمضي سنة واحدة بس مضيت سنة واحدة في نادي الجيش مش تاني سنة كان آآ كابتن عاصم محمد رعت الإزائي بقى السنة الرابعة رعت كن ساعتها انت عارف ان الزمالك الفترة دي كلها اللي انا كنت في الجيش واللنا كنت الراحة لاهلي كان مفيش فرقة كان الفرقة كلها من بعد ما أن 하면서 قين 회 Every Day بعد المشكلة دي حصلت السورة وحصلت ان فريق الزمالك كله مشي اللي راحه جيش كاتري واللي راحه أندية مختلفة كلها المختلفة اللي راح الجزيرة واللي راح الجيش واللي راح في قطر طيب شكرا